اشتركوا في القناة اهلا مدارس هو توفير كل المستلزمات المدرسية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة كمان لتخفيف العب عليهم من طبعا الاسعار لان المعرض ده الاسعار بتكون فيه مخفضة جدا نشاهد احنا طبعا نهتم طبعا لما كون الدولة محتاجة دعم نقف معاها وطبعا لازم نساهم مع الدولة ونرفع معاناة الاسعار طبعا غالية وطبعا احنا بنحاول من خلال المبادرات اللي احنا بنخش بها والمعارض ان احنا نخفض الاسعار للناس بالنسبة لها 35% لـ 30% طبعا زي ما احنا احنا اشتركوا في الاسعار عليها فاحنا بنحاول نساعد مع الدولة لما جات المبادرة بتاعة وزارة التموين واحنا من قبلها برضو مشتركين في حملة كلنا واحد تابعة وزارة التخليل فساهمنا في المعرض هنا والحمد لله من الناس دين بقى صعار كويسة تخفض ما بقلش عن 30% ما بقلش عن 30% بقى غير طبعا ان احنا بنوفر كل حاجة سواء حاجات في متناول المواطن البسيط اللي بنسلمها حاجات شعبية او حاجات لوكس تناسب برضو الطبقات العالية الاسعار برا غالية وكده وما ننفعش يعني كل واحد على حسب حالته يعني الاسعار هنا بنسبة جدا كويسة انا لسه والله بشوفها هو بس لحد ما يعني استصال ب 15 جنيه حاجة كويس للاطفال حاجة كويس الاستيقى ب 2 جنيه من هنا وبرا؟ طبعا شور لا في فر ايه كتير استصال برا ب 25 جنيه استصال اللي زي دا ب 25 جنيه انا اول مرة اروح معرض يعني على طول كنت بروح اماكن تانية يعني بس اول مرة اروح معرض لا لطيف اه طبعا اي حد ينزل ومش زحمة وفي نظام والناس اللي بيجوع الحاجة لطاف وبيتكلموا كويس مش متعصبين ومتدقيقين زي ايه مكان تاني بتروحوا معرض بقفة يعني اي حد بتكلم لا خالص بالعكس والله الاختلاف هنا مفيش زحام جو مكيف جو نضيف جو رقي كل حاجة متوفرة بقى اسعارها طبعا انا بالنسبة لنا كطالبة عاجبني جدا وكفكرة وكاسعار كمين انا كشاكيلي السلك والقلم الحبر بلاقيها برا اغلى ومش بلاقيها كمين بس غير في الفجالة بقى والكلام ده انا كنتش متخيلة بصراحة المجهود الفضيئة المعبول هنا الاوامر راجي نظيف جدا وتكييف حلو جدا ومنظم جدا واسعار حلو قوي فا انا بقول للناس كلها بجد تعالوا اشتروا من هنا الاسعار برا فارقة بطريقة فضيعة انا شايف ان هي حاجة حلوة جدا من الدولة ان هي توفر حاجة زي كده الاولية الامور لان الاسعار دلوقتي في المكتبات مرتفعة جدا وشايف ان هي حاجة لطيفة يعني اشتركوا في القناة